في العراق يواصل الجيش العراقي تقدمه في عدة محاور خلال حربه مع تنظيم داعش حيث تمكن اليوم من الدخول إلى مناطق جديدة في قضاء بيجي وإتي هذا التقدم فيما واصل تنظيم داعش تنفيذ أعدامات بعدد من أبناء العشائر في محافظة الأنبار فقتل ليلة أمس أكثر من 67 شخصا من عشيرة البنمر ليرتفع عدد من أعدمهم التنظيم من هذه العشيرة إلى ما يقارب الثلاثمائة والثمانين شخصا قبل يومين من إحياء ذكرى عاشورة طال تفجير إرهابي جديد خيمة عزاء جنوبي بغداد ما أسفر عن استشهاد عشرة أشخاص وجرح 25 آخرين وقال شهود عيان إن سيارة مفخخة استهدفت ظهر اليوم موكبا حسينيا في تقاطع الدرويش التابع لحيي الإعلام جنوبي العاصمة ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى بعضهم في حالة حرجة هاجمات اليوم تأتي غداة سلسلة من الاعتداءات الإرهابية التي ضربت بغداد ومحيطها واستشهد خلالها 24 شخصا 20 منهم بتفجير شاحنة مفخخة كان يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش للجيش فيما جرح 57 آخرون كما استشهد أربعة زائرين وجرح 11 شخصا بتفجير سيارة مفخخة قرب خيمة الإحياء شعائر محرم في الأثناء تمكنت قوات الجيش العراقية من الوصول إلى مركز غضاء بي جي بمحافظة صلاح الدين وسط العراق إثر معارك عنيفة خاضتها مع مسلحي داعش ونجحت في استعادة السيطرة على مبنية القائم مقامية ومركز الشرطة فيما تواصل التشكيلات الأمنية المدعومة بالحجد الشعبي تقدمها باتجاه الأحياء الشمالية من القضاء لاستكمال العمليات العسكرية الرامية لاستعادة السيطرة الكاملة على غضاء بي جي وفي مجزرة جديدة لعناصر داعش ضد أبناء العشائر أكد الشيخ نعم القعود أحد شيخ عشيرة البونمر في محافظة الأنبار أن التنظيم الإرهابي أعدم 67 شخصا من العشيرة بينهم نساء وأطفال وذلك في قرية راس الماء بشمال الرمادي وتحديدا في منطقة الثرثار مشيرا إلى أن الإعدامات الجماعية الجديدة لأبناء العشيرة ترفع عدد الضحايا إلى 380 شخصا البحث الجديدة جاءت بعد أيام على أعدام المتطرفين نحو 250 في حملة يواصلها المتطرفون انتقاما من أبناء العشائر في المحافظة لمساندتهم القوات الحكومية ضد المسلحين الإرهابيين واستمرارا لحملتها المفتوحة ضد قيادات التنظيم أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال مفتي داعش والقاعدة في العراق المدعو حسام ناجي والذي أفتى بهدم دور العبادة وقتل الأبرياء في محافظة نينوى وفي إشارة على تفكك داعش وقلايا أهل الإرهابية اعترف ما يسمى بأمير داعش أبو بكر البغدادي بأن جهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب العراقي قام باختراق صفوف التنظيم ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة داخل صفوف التنظيم بسبب هذا الاختراق خصوصا في منطقة جرف الصخر وتكريت وزمار فيما أوصل بغدادي في رسالة نشرها أبو حفص المهاجري قياداته بعدم قبول عناصر عراقية جديدة تريد الالتحاق بالتنظيم خوفا من الاختراق داعيا إلى الاعتماد على العناصر النبية خلال الأيام المقبلة